اشتركوا في القناة وحملت ست مرات وكل مرة الحملة بينزل طب ليه وفاء عشان أم البنت اللي جوزي كان خطيبها قبلي عمل لنا عمل لأنه ساب بنتها فعملت كده في حاجة اسمها كده في حاجة اسمها إنه وحدة تعمل عمل لوحدة تانية عشان حملها ما يكملش طب تعالوا نسمعي قصة من أولها ونشوف وفاء بعتها تقول لنا إيه اسمي وفاء وعندي 35 سنة حكايتي بدأت لما اتجوزت من سنتين ونص وحصل حمل بعد ثلاث شهور من الجواز بس مفيش كم أسبوع وسقط زعلت جدا ساعتها بس قلت الحمد لله قدر الله وما شاء فعل وأكيد ربنا هيعوضني قريب وما كنتش أعرف إن دي هتبقى مشكلتك كبيرة اللي مش لقيا لها حل يا سالي أنا حملت ست مرات وكل مرة الجنين بينزل في الشهر الأول وكل ما روح لدوكتور يقولي ما فيش عندك مشكلة طبية وآخر حمل الدكتور طلب تحليل جينات هرصية ليه والجوزي والتحليل طلع ما فيهوش أي مشكلة وكل مرة بحمل وسقط نفسيتي بتتعب واللي مخوفني إنه بقى عندي 35 سنة يعني بكبر وفرصتي في الخصوبة والحمل بتقل طب ليه ده بيحصل ليه ما فيش حمل بيكمل مع إنه ما فيش أي أسباب طبية تخليه ما يكملش سألت السؤال ده كتير لحد ما عرفت إن جوزي كان خاطب بنت قبل كده وما حصلش نصيب ومامة البنت دي بتاعت أعمال ومعروفة بالكلام ده لأ سوين وعرفت منين الكلم ده يا وفاق ما يمكن الحالة اللي انت فيها ننتزي علينا ومتدايقة ومأهورة اللي خلتك تفكري كده طب إيه بقى اللي أكدلك إن الست دي هي السبب وعمل لك عمل إخوات جوزي يا سالي جابوا لنا شيخ قبل كده وقال إن معمولي عمل يخليني كل ما أحمل أسقط وفي ناس من أهله قالوا لي إنهم سمعوا إن أنا معمولي أزى من يوم الدخلة وما رضيوش يقولولي في الأول عشان ما يخوفونيش وعلى أمل إن كل ده ما يجيبش قصر ويوم فرحين أول ما نزلت من العربية فضل أهله يرشوا علي ملح عشان هما متأكدين إن لو في حاجة معمولة وبعد الجواز والعشرة وكده أبقى عارفة إنه لأ ما فيش حاجة توقفنا ولو في عمل يضبطل بعد كده ابتدى يتنطور كلام قدامي إن الست دي عامل عمل لجوزي حاجة كده عشان ما تجوزش بنتها مع العلم إن هي اللي سايباه أصل جوزي خطبني قبل كده لمدة ثلاث سنين وبعدها حصلت مشاكل بين خلافات ومشاكل وسبنا بعد أربع سنين خطب فيهم البنت دي اللي أمها بتعمل أعمال ولما سمعت إنه هو خطب ما حاولتش أعرف خطبته دي مين ولا شكلها إيه ولا حاولت أقرب له بأي شكل من الأشكال وربنا يعلم لحد ما عرفت بالصدفة من واحدة صاحبتي سكنة معاه في نفس المنطقة إن مامته توفت وبعدها بفترة بابا توفى وهو اللي جيب بعدها ويحاول إيه تكلم معاه قال إنه هو لسه بيحبني وعايزنا نرجع لبعض قلت له بس أنت خاطب قالي أنا سبتها وحكي لي إنهم انفصلوا قبل ما بابا يتوفى بفترة أنا بحكي لك التفاصيل دي يا سالي عشان أقولك إن أنا مخدتوش منها جدعة ولا حصل أي غدر يخلينا نستهل الأزة من مامتها دي وهو اللي فضل يدور علي لحد ما وصل لي عن طريق الفيسبوك ورغم إني كنت بحبه جدا ومعرفتش أحب حد غيره في الوقت اللي كنا منفصلين فيه برضو رفضت أرجع له في الأول وقلت له هنفضل نتكلم مع بعض شهر لو لقيتني قادرة إنه أرجع معاك زي الأول يبقى نرجع وفعلا اتأكدتني لسه بحبه ورجعنا لبعض بعد أربعين بابا وفي يوم فرحنا البنت اللي كان خاطبها جات هي ومامتها وقريبها طبعا الكلام ده أنا معرفتوش غير وانا بتفرج على فيديو الفرح ولفت نظري شكلهم الغريب وطريقتهم وما بيرقصوا نظرات مامتها اللي تخوف ولما سألت مين دول قالولي دي البنت اللي كان خاطبها واستغربت إزاي جات الفرح قالولي عادي هي جات عشان تثبت إن هي مش متضايقة عايزة أقولك يا سيلي إنه الستة دي ما فيش بيني وبين شقتها متر يعني أنا سكنة في الدور التاني وهي سكنة قدامي ولو أنا مش حتى استارة على بلكونتي هتبقى كإنها عايشة معي يعني أي حاجة سهلة ترشها لي وأنا أعدي عليها على طول الستة دي مركزة في عيشتي ومش حبالي الخير هي اللي أزياني وعمل لي عمل بعدم الخلفة والفشل وفي حد نصحني وقال لي أنت معمولك عمل بإنك ما تطوليش في جواستك وجوزك يطلقك واللي وجعني أكتر إني عايشة وسط سلايف كتير في منهم اللي كل شوية تلقح عليها بالكلام إني ما بخلفش واللي بحساش أمتنى فيها أنا وجوزي بس مع أنها بتتكلم علينا من ورانه واللي كل شوية تحمل وتخلف ويعملوا هيصة وفرح وعلى طول يعودوا يقولوا كلام اللي هو إحنا الدنيا بتمشي معنا مظبوط وإنتي عندك مشكلة أنا مش غيرونا من حد ولا بتمنى لحد حاجة وحشة بس بجد نفسي تتابت من اللي بشوفه ونفسي أبقى أم كل اللي عايزة حل المشكلتي ولا يحد يعلقني بقرآن ويفكلي العمل اللي معمول لي أنا وجوزي مع العلم إن جوزي كويس معي وبيحبني جدا وعايز يعملي أي حاجة عشان يرضيني وبعد نتيجة تحليل الجينات ما طلعت قلت له أنا مش عايزة عود تاني في البيت ده أنا من ساعة ما جيت هنا وأنا بتأذي من كل اللي حوالي قلت له كمان أنا مش هروح لده كترة تاني ولازم أنا وإنت نجمع فلوس عشان نمشي من هنا قال لي ماشي هعملك اللي أنت عايزاه هل كده أنا صح؟ علما بأن الموضوع ده ما أثر على صحاتي جدا شعري بيقع وجسمي بيوجعني جدا وطول الوقت بنهج من أقل المجهود ودايما تعبانة ومرهقة ودايما بعيد من غير سبب ما بقيتش أحب أشوف حد دايما قاعدة لوحدي ومش عارفة أعمل إيه ومش عارفة أعمل إيه لحد هنا خلصت رسالة وفاء طب تفتكروا وفاء ما أقول لها عمل طب لو ده حصل فعلا العمل ده ممكن يخلي أنه الحمل ينزل على طول وينزل ست مرات ست مرات واربعات ولا المسألة ممكن تحصل عادي والكلام اللي قالته ده أنه قالته عشان هي مضغوطة ونفسيتها والحاجات العمالة تتعرض لها كلام كتير ممكن يتهايق لها طب أنتو بتصدقوا في الأعمال وفاء ما تكمانش وفاء ما تكمانش ترجمة نانسي قنقر